نفذت عدة طائرات نقل عسكرية مصرية وإماراتية أعمال الإسقاط الجوية لأطنان من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية والطبية على شمال قطع غزة يأتي ذلك استمراراً للجهود المصرية والإماراتية الفاعلة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق بهدف تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية الحادة بقطع غزة استمراراً للجهود المصرية الإماراتية الفاعلة في تقديم المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرية لكل البلدين من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوية لأطنان من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية والطبية على شمال قطاع غزة وذلك للمعاونة في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها سكان القطاع بالمناطق التي يصعب وصول المساعدات إليها براً يأتي ذلك مع استمرار فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى القطاع بالتزامن مع الجهود المصرية والدولية الرامية إلى إقرار التهدئة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك